سائل خير متابعينا في كل مكان معكم إيريني صفوات صحفية الجريدة احنا طبعا بداخل منزل محمود اسماعيل مندوب المبعات الذي لقيا موته وقتله على يد احد المتسولين بميدان سفنكس بالعجوزة احنا معنا عم الضحية وطبعا لسوق حالة الام مش هتقدر تتكلم معنا احنا هنا معنا صورة محمود طبعا احنا معنا عمه هو هيكشف لنا كواليس الوقع كلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى اهل وصحبه اجمعين حضرتك الوقع حصلت يوم الثلاثة الساعة اتنشر محمود هو شغال في مندوب شركة ادوية استلزمات طبية بينه البرج اللي هو فيه و المكان الوقع عشرة متر يعني بالبلد عشرة خطوات نازل من شغله رايح متوجه لمكان عمل تاني لشركة او بيوصل لا ما كانش معها حاجة يوصلها وكان ممكن يحصل او بتاعه او يجيب عروض او ثلاغ مشاجرة بين اربعة ولد ولد وحدة وحدة فسلك الحريم من بعض ونادى بتاعت الشاي قعدة في الميدان هناك بتعمل شيء اجزة قال لها تعالي ساعديني وفسلي من دول وانا سلك دول قال على الشنطة الكروس بتاعته من على سدره والدهلة لا خليدي معاك وراح بيسلق الاتنين بيسلق الولدين ده اللي انا بقول لحضرتك احنا ما شفناهوش حسب الشهود واللي الو في النيابة فدخل بين الاتنين اللي بتشجروا الشباب وبيقول لهم صلوا على النبي بعد القتيل وجي للولد التاني بيحوشوا بقول له صلوا على النبي مفيش حاجة مستهلة لا القتيل جي من وراء ضرب الولد بسكينة اللي هو بيتخانق معاه وقام السكينة بعد ما ضرب الولد ضرب محمود احتصبه عند الله من الشهداء فرقبته هنا كده السكينة قصرت هل السكينة قصرت علشان الخبطة كانت قوية ولا قصرت لما ويعت على الأرض هل المتسول ده ضرب زميله بعدها ضرب محمود لا هل المتسول ضرب زميله بعدها ضرب محمود ولا الضرب على طول كانت موجهة لا ضرب زميله حسب رؤية الشهد ضرب زميله لما ضرب زميله لما ضرب زميله ضرب محمود لان محمود هو اللي كان في النص وكان بيحوش بس عاوز اقول المتسول ده على اللي احنا اللي وصل لنا ان هو معاش هذا معهد تقريبا اه انا عاوز اوصل نداء للدولة لحد امتى هنسيب الناس دي تهدد حياتنا وحياة أولادنا وقصرنا وحارمنا في الشوارع لحد امتى هنسيب الناس دي تنام تحت الكباري والشوارع كده وهي مدمنة زمبه ايه محمود ان داخل ان ده شمام او بيشرب بدرة او بيشرب برشام او 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 زمبه ايه انه داخل بيفض مشكلة هل زمبه انه يتقتل هل زمبه امه اللي بتموت دي يتحرق قلبها على ضناها قلوله بالله عليكم قلولي كل الدولة تقولي زمبه ايه باي زمب يقتل زمبه ايه يسيب عيل عيلين واحد اربع سنين واحد سبع سنين ليه عشان هو واخد شهامت ابن البلد المصريين عشان هو ما بيشوفش ضرر يقع على حد ويقع في التفرج ليه طيب احكي لنا يا فندم واخكي المشاهدين الضربة بعد ما جت جت فين عند محمود وإيه اللي حصل بعدها هل الناس بدأت تنكزه لا يا فندم اللي حصل هو لما خد الضربة هنا ومشي حوالي ثلاثة اربع خطوات زي ما بيقولوا كده حلوة روح ووقع حتى لما وقع دماغه من وراء تعورت من اللي هبدأ على على الاسفل جري تعلي بتاعة الشاي خدته على حجرها قال لها الحقيقي الله عليه وسلم فهذه التنادي للناس في العربية بعد تشوف لا عدد بصلى الله الرح تشلو كيفية يا أستاذ عدد لربنا عز وجل واصف بالقضاء ومعي الرئيس النيابة اللي مسك العضية راجل مخترم كنت عنده النهاردة وانا بالنسبة للقضاء ان شاء الله انا عارف ان العضية مش هتوصل لعدام بس اتمنى من الله ان هو ياخد اقصى عقوبة ممكنة في هذه الجرائم واتمنى من الدولة تعدل القوانين بتاعتها القوانين بتاعتها بجد لازم تتعدل بأمانة ما ينفعش نتفرج كده على عياننا هي بتموت مقابل ايه والسبب ايه عفت السبب اللي كانوا بيتخنقوا عليه مش بتاعنا عشان نسأل في حضرتك وابن اخويا مش هيسأل انتم بتتخنقوا على ايه عشان ننزل عشكوا هم بيتخنقوا دخل حاش وانا بعد المشاكلة ما يهمنيش السبب ايه انا ما يهمنيش بيتخنقوا الايه او عشان ايه انا اللي يهمني ده زنبه ايه بيحوشك عن الشر تي ازي ليه هزبي الله نعمل اكيد هزبي الله نعمل اكيد شكرا لحمد 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 شكرا لحمد